انتو متاسمو في تسعين دقيقة مرحبا بكم نيسي كل شكرا على المتابعة هذه في تسعين دقيقة شكرا لكم حتى الماضي ساعة ونص ضيفتنا اليوم نسرين العماري النائبة في البرلمان المجمد وضعية النواب اليوم بعد تجميد المناح متاحهم في البرلمان شوفنا نائبات عن عديد الكتل يقولوا بي البرلمان ما تحلش اما احنا شنو وضعيتنا النجمو نلتحقو بالوضع في السابقة متاعنا نجمو نمشيو نرجعو اللي يخدم في الوظيفة العمومية وغيرو نفهمو اكثر الوظايا بعد قليل دي ما يعطي في الكليمرا وخليل الرقيق مرحبا وعينه شامش وعينه زازمي نلقى حل انتي والمخرج ضيوفنا الساعة الاولى محمد المسليني القيادي في حركة الشعب مرحبا بيك والنائب في البرلمان المجمد عيشي زميل مرحبا بيك شكرا لك يا عايشك نذكر وانك ايضا كنت رئيس لجنة صحة في البرلمان ومازلت رئيس لجنة مازلت اي مازلت هو وراه وهو من الكلنا مازلنا من البرلمان هو اللي ومازلش هذه المشكلوين البداية توتسويت تكون ببيان صدرة منذ قليل عن الاتحاد العام التونسي للشغل يقول انه ينبه لانه السلطات تكون في يد رئيس الدولة في غياب هيكل المراقبة الدستورية خلينا نعتيك الكلمة تعطينا ملخص عن البيان نعتيك ملخص ينبه اما قبل ينبه يا خلود يؤكدوا وهنا البيانات النقطة الاولى هي اللي تعمل الربير يعني الاتحاد يؤكدوا على الموقف من 25 جولة ويعتبروا ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشرية الفشل هل هي النقطة الاولى هذي شنفهم منها نفهم منها ان الاتحاد لن يكون باي شكل من الاشكال فيما سمي بالجبهة الديمقراطية لمقاومة الانقلاب التي تتأسس الان بمعنى الاتحاد يعارض رئيس الجمهورية في بعض النقاط نعطينا ملك بسرعة هو انه يطالب بتسريع اعلان الحكومة وكملة السلاحيات يطالب بخلول او يسجل خلول الامر الرئاسي من تسقيف زمني لمدة الفترة الاستثنائية وهذا مطلب مشروع يسجل يعني يلاحظ ان رئيس الجمهورية عندما اصدر الاحكام الانتقالية لم يحدد سقفا زمنيا للفترة الاستثنائية التي سنعيشها تحت طائلة هذا الدستور الذي لم تبقى منه الا باب الحقوق والحريات يسجل في منطق الاتحاد شو معنية خالي المجاوب نيش يسجل بمعنى يسجل احتراز لامر يعتبر ان اطالة المدة الاستثنائية قد تخلينا زادة تحت سلطة استثنائية ما نعرفوش وقتاش تنتهي ونمشوا الوضع المستقر كيف كيف ينبه من مخاطر تجميع السلطات ويضيف ان التعديل اي تعديل يصير يخص جميع التونسيين بهياكلهم ومنظماتهم واحزابهم يعني ايضا يحتج على ان الاحكام الانتقالية والتعديلات التي وقعت والتي ربما ستقع لم تتم بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني وسياسي بمعنى ان الرئيس انفرد بالقرار بهذا المعنى يستغرب من غياب بوادر وضع حد للافلات من العقاب بمعنى انه يعتبر ان ما اعلن من حرب ضد الفساد والارهاب لم تتلوه خطوات عملية او محاسبة حقيقية للمتسببين الحقيقيين في ازمة تونس اذا هو بيانة نقدي ان شاء الله يشدد على احترام الحقوق والحريات ينبه من تفاقم الازمة ولكنه ايضا بيانة وضع حدا لعديد التخمينات اللي دارت في بعض المحامل الاعلامية ودارت عند بعض الاوساط من ان الاتحاد بغضبه سيلتحق بالجبل التي تعتبر ان هناك انقلابا يجب ان نتصدى اليه سلم سليني اين يمكن ان يتموقع الاتحاد اليوم في ما يحدث هناك احزاب سياسية مثلا كانت في المساندة النقدية واعلنت بمجرد خروج الرائد الرسمي البرح انها ستكون في المعارضة كما دستوري الحر مثلا فما احزاب اخرى بعد ما اعلن الرئيس على تنظيم مؤقت الصلاة العمومية وانه سيدير الامور بالمراسيم احزاب سياسية طالبت بعز الرئيس الجمهورية فما احزاب سياسية كما حركت شعب متمسكة بمساندة رئيس الجمهورية وتعتبر انه في المسارى الصحيح اليوم الاتحاد لو كان نحطوه على الخارطة هذية وين نلقاوه شكرا في البداية على الاستضافة تحياليك ولكل مستمعيك ولكل دويفك الكرام شكرا اولا الاتحاد مش حزب حتى نصنفه ضمن الاحزاب وثانيا الاتحاد اليوم سفها محاولة لدفع نحو ان يكون حطب لهذه المعركة احنا شفنا كثير من المتدخلين من السياسيين او من الرموز التي كانت تعتبروا رموز يدفعون الاتحاد لان يقود هذه المرحلة وشفنا شكون يقول هكذا بشكل غريب انه الرئيس مهجس التلفون على الاتحاد وكأنه هو كان حاضر معهم احنا نجيب شيبي بحثين لانه في تسندقيقة لا يعني الاسماك لا لا يعني الاسماك لا لا يعني الاسماك لا لا يعني الاسماك هذا اولا المجالس بالامنات اذا كان الامير العام قالوا الرئيس مهجس التلفون كان مفروض انه يدفعش لماذايا وله مش حاضر معهم ولا يعرف هذا الا لا ثانيا الاتحاد ثبت مرة اخرى انه هو خيمة للجميع ينتقد هذا حقه يعبر القلق هذا حقه يحاول ان يكون له دور ويزم ان يكون له دور في وضع ملامح المرحلة المقبل هذا حقه هذا كان دائما ولكن ان يكون ضمن هذا التشكل من الاحزاب الحقيقة بالتأكيد الاتحاد دائما عبر او فعل عكس هذا وكان دائما على مسافة من جميع الاحزاب فقدت انا عندي بعض التعليقات فيما يتعلق ببعض ما جاء في بيان الاتحاد بسرعة انا وافق الاستاذ خليل فيما يتعلق بان الناس ساخذ النقطة الاولى فقط ويأكد على المسار موضوع الرزنامة انا اعتقد انه هذا تحليل مش معطة حتى نكون واضحين لا اتكلم باسم الاجمهورية ولا ستناتق باسمها انا اعتقد ان الرئيس ترك مجالا لتحديد الرزنامة مع المتدخلين ولا يمكن ان تكون الرزنامة موجودة في الامر الرئاسي شكو المتدخلين الرزنامة اعتقد ان الرئيس سيقوم بجملة من اللقاءات مع اطراف اجتماعية واطراف سياسية وشخصيات وطنية واحزاب سياسية من اجل وضع ملامح المرحلة المقبلة من ضمنها اعتقد الرزنامة هذا هو المسار حسب ما افهم من خطابات وتدخلات سيد الرئيس سيكون هذا الامر بهذا الشكل عندك هذا ما تفهمه انت من خطابات الرئيس وهنا نقوله كذلكين انت فهمته وإلا فما اتصالات رسمية على اساس انه بش تصير لقاءات اولا نحب ان نقول للتوانسة كله لكم انه بالنسبة لحركة الشعب لم يكن لنا اي اتصال مع الرئيس بعد 25 جوليا على الاطلاق ولا ننفرده بمكانة خاصة عند رئيس احنا نساند الاجراءات نساند التمشي ولا نساند الرئيس في شخصي هذا مثلا هناك اختلاف كامل بين الوحد احنا كنا نطالب هذي الاجراءات حتى قبل 25 جوليا مش كنحنا راهو كثير من الاطراف السياسية و هذا النايب محترم يعرف الوضعية مالعليش متأكد سلمسليني انه الرئيس سيكتب الرزنامة والاجيل بالتشاور معه اطراف اجتماعية والسياسية اعتقد انه اعتقد انه تأكيد اي اعتقد انه تأكيد الرئيس على الحرية وسياغة الامر يدل على انه هناك مشاورات سياسية و كثير من الشخصيات الوطنية والاطراف الاجتماعية التي سيلتقيها الرئيس و يتطارح معها موضوع المرحلة المقلة ما في ذلك التعداد الرئيس تحدث عن لجنة طبعا هو سيصدرها بامر ولكن لجنة وطنية من اجل اعادة سياغة الدستور هذه اللجنة ستتشكل من مجموعة من الشخصيات الوطنية القانونية والسياسية اعتقد للاطراف السياسية والاجتماعية سيكون لها دور في تشكيله وفي تحديد ملامح المرحلة المقبلة خاصة انه الرزنام وانا سننهي بهذه لو سمعت وهذا اعتقادك طبعا وهذا اعتقادي و اعتقاد حرك الشعب انا نتكلم عن حرك الشعب و انا ادعو من هذا المنبر سيد الرئيس الى اولا اسراء بضبط الرزنام لان الحكومة تقريبا حسب ما يتدون في الاعلام جيبها جاهزة و سعر على قريبا ضبط الرزنام هو التقاء كل الشخصيات الوطنية والحزاب والمنظمات الوطنية من اجل ضبط ملامح المرحلة المقبلة والذهاب الى استفتاء من نجل تعديد دستور وانتخابات تشريعية في اقرب الاجئة الممكن امام الاعتقادات المتافئة الى لسي محمد المسليني على اساس ان الفترة المقبلة ستشهد انفتاح لرئيس الجمهورية على قوى سياسية ومنظمات وطنية ناخذ رايك بعض الفاصل عايشي زميل في النقطة هذه مرحبا بكم نيس الكل ضيوفنا محمد المسليني القيادة في حركة الشعب عايشي زميل النائب في البرلمان المجمد ومعنا خليل الرقيق للتحليل والنقاس سيلمسليني قاللنا انه رئيس الجمهورية سيذهب الى الحوار احنا انطلقنا منا بين الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشدد ان الفترة الراهنة ما نجموش نخرج منها كان بالحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيدة تونس وخدمة شعبها اين ترى الحوار سيكون في الفترة المقبلة سيزاميل وهل ترى انه سيكون هناك حوار شكرا في البداية نحب تعقيب صغير على كنت رئيس لجنة صحة ولا ما زلت انا نحب نكون لنا نائب عن الدورة النيابية 2019-2014 جيت بانتخابات شرعية معترف بها الداخل والخارج وبالتالي نتيجة انتخابات عبرت على ارادة الشعب كيفها كيف الانتخابات البلدية كيفها كيف الانتخابات الرئاسية وسطوا على هاته الشرعية هو وسطوا على ارادة شعب حر ديمقراطي ولا يقبل الويسايل هذا اولا ثانيا بيان الاتحاد العام التونسي للشغل انا موساندو تقريبا مية في المية لانه جاء تقريبا على كل النقاط اللي عبرت عليها في تدخلاتي الاعلامية وفي تدويناتي منذ يوم 25 الى اليوم بالنسبة لي انا 25 جويليا هو جاء نتيجة طبيعية لفشل المصار متاع العشر سنين اللي خلت وفشل المؤسسات وكانت ابرز سمات الفشل هو الهروب من العقاب وكذلك التحيل على القانون لذلك احنا ما يزمناش نصلحه غلطة بغلطة واللي جاء بعد 25 انا كنت نعتبره فرصة لتونس ورئيس الجمهورية كان ينجم يقود الفرصة هذه باش يهزنا الى بر الامان بعثنا له رسالة بعثنا له رسالة باش نقابلوهم على الاسف ما كانش فما تفاعل ايجابي وصلت له رسالة رئيس جمهورية هو الاستاذ صافي سعيد اودحها في مكتب الضبط والى حد الان يعني ما جانا حتى رسالة اصبحت من الماضي اذا لانه الرئيس امضى في اتخاذ قراراته وكنا ملو المستبشرين وقت الاستدعى المنظمات الوطنية واكد لهم انهم مش يكون في مصار تشاوري معاهم وفي حوار معاهم باش ياخذوا القرارات الفييدة تونس لكن مع الاسف رئيس هز البلاد والعباد هزهم كانوا في اتجاه هزهم في اتجاه مختلف من غير ما يستشيروا وياخذ رأي للمنظمات الوطنية الكبرى لا 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 للأحزاب للسياسيين للمجتمع المدني ولا حتى حد لذلك انك الاتحاد العام تونسي والشغل البكري سيد الوزير يقول ربما فما تواصم بين الامير العام لاتحاد الشغل ورئاس الجمهورية ظهر اليوم للعيان الرئيس ليس في تواصل مع اي كان عنده برنامج عمل قاعد يمشي به وقاعد يخط فيه وهذا اللي عبر عليه حتى قبل الحملة الانتخابية واليوم ثم ماشيين للحكم الفردي ويزمنا لهنا نكونوا منتبهين نحبوا نبنيوا دولة ونبنيوا دولة إذا كان نحبوا نبديوا دولة رغم النجم ونبنيوها كان مع بعضنا لكلنا شركاء إذا كان نحبوا نمشوا للحكم الفردي فهنيئا لكم لكن اليوم نحب نسجل موقفي للتاريخ لأنه التاريخ ما هوش مش يرحم الناس اللي يجي اللي يحبين نبنيوا ديمقراطية ونحب نذكر رأي الثورة جاءت نتيجة ما صار إصلاحي كامل من الدولة الوطنية وحتى قبل الدولة الوطنية هذي كل تراك ومات فكأنه خبلت خلقت فكالجيل المتعلم فكالتونس اللي نعرفوها كل هي اللي جابت الثورة والثورة أعطتنا الديمقراطية وعطتنا الدستور الدستور جاء بدماء الشهداء ربي يرحمهم الكل ما هوش بالسهل باش نسلموا فيه لذلك لابد أن نكونوا حذرين خليل الرئيس اليوم نجم نقوله تجاوز وإلى ما عادش يتبع التقاليد متاع الحوارات اللي صارت في السابق حتى المنظومة الحزبية حتى كل مكونات الساحة السياسية تجاوزها هو حتى تاريخ الثورة عنده تاريخ ثورة خاص به يعني مثار خاص بقيس سعيد قاعد كل مرة يخرج لنا جزء منه مثلا الأمر الرئيسي عدد 117 هدايا عايش الزمال فما نقطة فيه يعتبرها انقلاب على إرادة الشعب على الشرعية نبدأ من ننسي عايش الزمال ونحبه هو والنواب الكل يطرحوا سؤال توكلامه مقدمتوا لكلها صحة هما شرعية منبثقة عن إرادة انتخابية للشعب خلاكم في الدورة النيابية ممتدة من 2019 إلى 2024 الله يبارك ولكن أنت اليوم الشرعية هذي ما حطيتهاش في الميزان وقت اللي شفت تقبل الشعب التونسي لأحكام الانتقالية متاع الأمر 117 كيف تقبل خليني سي عايشي باش تخمم في الموضوع هذا الشعب اللي انت استمديت منه شرعية انتخابية تقبل بارتياح شديد ما يقع لم يخرج إلى الشوارع غاضي من أجل هذا الدستور أو من أجل الحنين لهذا الدستور أو للأحزاب التي مثلته بمجب هذا الدستور ماذا نفهم من ذلك سي عايشي نفهم من ذلك لنجم يكون الشعب ما يعرفش شنية الخطوات القادمة انتاع قيس سعية ولكن الشعب يمارس في وعي المقارنة لأنه فوض القيس سعية النار 25 أنه يكره هذه المنظومة السياسية وهذه الطبقة السياسية ويريد أنه يتخلص منها إذن الشرعية جديدة ابتدأت منذ منذ 25 شويل سيد زميل خليل قاعد يقول لك ما فاماش ناس خرجت وقالت البرلمان رجعوه والناس هذو ما رأنا انتخبناهم معناها البرلمان غير مأسوف عليه هذا اللي حاب يقولك في حين أنه إجرأت 25 جويل فما فرحة شعبية ومساندة شعبية ورئيس الجمهورية يمشي يتنقل شرح ببورقي بس دي بوزيد والناس مساندة أنا موافقه البرلمان غير مأسوف عليه لكن احنا شنو الهدف المتاعنا الهدف القيام بإصلاحات يجب أن نقوموا بالإصلاحات هذه من غير ما نخرج على المساري الديمقراطي شنو اقترحتم في رسالة داكم سي زميل سوى يوم بخاتيك المشكلة في رجل خنوشي ولا فيكم ندوم نقوم بالإصلاحات اللي أغلبها أنا شخصيا مساندة لكن في إطار اللي ما يهزش الدولة للإنزلاق إلى مخاطر مجهولة ربما من جموش تتحملوا العواقب متاح أنا كنت نفضل أنه سيد رئيس الجمهورية يقوم بالإصلاحات هذه في الإطار الدستوري يعني طالبت أنه ربما يرجع البرلمان في الفترة ستة أشهر فقط ونقوموا بالإصلاحات القانون الانتخابي ونقوموا بالإصلاحات قانون الأحزاب والجمعيات وكل القوانين هذه ورئيس المجلس ورئيس المجلس يعني ما يستقيل راجل غنوشي في الجلسة الأولى أو يستقيل حتى قبل من من تلقي المجلس أو تصحب منه الثقة وهذا النواب راجل غنوشي يخرج في أكثر من تصريح إعلامي وقال اللي هو مستعد يقدم تنازلات هو يشوفها تنازلات لكن هي ضرورة قصوى لحماية المصاري الديمقراطي ولكن مع الأسف ما كانش فهم حوار اليوم روما نجموش نحلوا مشاكلنا ما فهم الثقة ما فهم الثقة ما فهم الثقة موجود ما فهم الثقة آما اليوم روما بالنسبة للمواطنين اللي خرجوا اللي أنا ساندتهم وعندهم الحق نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية اللي جاءت في الفترة الأخيرة ومش كان في الفترة الأخيرة في العشرة السنوات الأخيرة كل أما رو في 2011 يخرجوا المواطنين يلوجوا على الشغل وعلى يعني مقاومة البطالة جاهم السياسيين باعولهم روما مش نبدلوا الدستور أموركم مش تتصلح يا أخي ما تصلحتش ما زمناش نعودوا نغلطوا نفس الغلطة بنا بعد ما خرجوا 25 وعشرين أن بيعولهم تغيير الدستور هو الحل التونس سيمو حامد مسليني نذكروا أنك كنت وزير التجارة هكا ولا لا نعم نعم لديك فكرة كبيرة على موضوع التجارة والقدرة الشرائية وغير ذلك فمشكون اليوم يتحدث على الجانب الاقتصادي والاجتماعي أنه غير حاضر بالمرة في خطابات قيس سعيد ما فهمش النقطة اللي يمكن تقرأ على أساس أنه فما الاقتصاد والجانب الاجتماعي هي مقاومة الفساد نعم شوف أنا اسمحني قبل هذا نحب تعليقات سريعة أولا أنا ما قلتش ليس لعلم يمكن أن يكون هناك اتصالات ما بين الرئيس والاتحاد لا 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 ما أقول الكلف هذا وأنا قلت من باب الأخلاقيات أنا مجلس بالأمنات إذا كان أعلمت بأي منطق مجلس ولا موافقك في هذا سيمو حامد مجلس بالأمنات لا سيمو حامد سمحني أنا عندي بيان فيه نقطة رابعة الاتحاد الاتحاد العامس تونسي للشغل ينبه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهيكل الدستورية التعديلية من حق هو من حق لكن نحن تعرف أنه البيان البيان لا يقرأ بماظل عن البيانات الأخرى سلم سليني وضح شو لي وضح شو لي وضح أنت ترا في علاقة طيبة طوال هنا بالاتحاد لا أعرف لا سيس لي علم في المجلس سيب الأمانية ليس لي علم في مستوى العلاقة بين الاتحاد والرئيس ولكنك متفئل ولا أعرف أسبابها وظرفياتها لأنه لا أشتغل في هذا لم ينجي التفئل المتاكس سليني أنه الرئيس سيتحدث مع الاتحاد وغيره من القاتل خنكم النقاط الحاجة الثانية نحن لابد أن نفهم أنه نحن في وضع استثنائي سيزول بوجود بتنظيم انتخابات تشريعية سابق اليوانها والعودة إلى برلمان والرئيس أشار في الأمر ميو سبع طاش على مراجعة القانون الانتخابي ولا ليس رجع فيه قانون الانتخاب هذا كما نشي الانتخابات نحن ذاهبون الانتخابات بالضرورة قد تكون تشريعية فقد تكون رئاسية وتشريعية الحاجة الثالثة مع احترامي للمقترحة لقدمه استاذ النواب أولا في المستوى الشكل أريد أن أتحدث المستوى الشكل ولا حالت على اختيار المرسول ولكن ولكن إذا أردت أن تنجح أبعث أبعث تكوني يوزن بدون أن ندخل في تفاصيله ولكن أنا أقول أنه هذا غياب الثيقة غياب الثيقة والتخطيطات المنورة الموضوح هذا لبعض أطراف قد كانت الناس يمكن يجيبك زرية وتعتصم غادي وانت تعرف أنها ستوى عشرية راس غاديوش كان يريد أن يعتصم غادي ودعا القوات الدولية أن تتدخل وكان يريد أن يفتح البرلمان حتى يعتصم يعمل رابعة ثانية طبعا هذي أسلوب يمكن أن نوايا طيبة ولكن نتائجها باش تكون غير سليمة أرجع للنقطة هذي نقطة العدم الثيقة هو أنه البرلمان إذا كان بش يرجع فأنه التابعات ستكون خطيرة أنا أكد لك لو يتخذ الرئيس قرار عودة البرلمان ولو ليوم واحد الرئيس ذاته سيتعرض إلى انتقادات شعبية كبيرة جدا الشعب هو من سيرفض عودة البرلمان ليس الرئيس الرئيس استجاب لنداء شعب كونوا شعب من يحدث الشعب الذين خرجوا يوم خمسة وعشرين بالله ليحتفلوا البجرات هذا هو الشعب واعتقدوا ذوكوا لجابهم لا كيران لشوكوطوم لجابهم حتى حد لفلوس خرج تلقائيا أنا وانت ولدي وولدك وجاري وجارك ناس كل خرج تلقائيا وزم اليوم اليوم نقول على نتائج سابل الأراء ما نريد أنا أنتقدها بشكل كبير ولكن نتائج سابل الأراء تقول أن الرئيس ما زال لجراءات اللي خداها شعبية سلسلين عندك نائب قديمك هنا يقول لك أنا مازلت نائب ومازلت رئيس لجنة الصحة وانتي تقول له لو كان نرجع البرلمان لو كانت بش تكون رابع على طريقة التونسية هو من النواب الذي دعال خلي أمان يجيو بك عن نقطة هذي راي مهمة برشة أنا راو كي دعيت بش يرجع للمجلس كحل سلمي للتونس بش نحافظوا على المسار الديمقراطي ليس تشبثم بالبرلمان خطر دهم خطر جيثم خطر مقبل خطر سابق وليحق بربي نحب نعقب تعقيب سريع راو في سنة 2021 صحيح فهم الصراعات في البرلمان التي كانت مبرمجة كانت مبرمجة من طرف عبير موسي واقتلاف الكرامة وحركة الشعب الشعب جدا طبعا طبعا ونجم نسميلك سيمو حامد كيفاش سميلك سميلك الفاصل الثمانين لا 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 كلها عفنت الأجواء عفنت الأجواء باش نوصلوا للي وصلنا له اليوم والنتيجة ظاهرة راو في سنة 2021 سنة القضاء أضربوا مدة شهرين يعني في القباضات المالية أضربوا مدة شهرين خلينا منهم ذوك القيمين في المامعات تنوية أضربوا مدة شهرين المرافق العمومية رئي الجمهورية قالك تخدم خير من قبل الكلها أست لهذا الوضع خلينا في البال حركة شعب وقت لجيه بدر ديل القمودي واحترمه وشخص محترم يبث الإشاعات ويقول تونس تسرقت منها حسب تقرير البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي بخمسة وثمانين مليار دولار وما فهماش تقرير وقت لجيه ليلة الحداد وتقول رؤو الإرهابي اللي قام بالعمل الإرهابي في فرنسا جاء عنا للبرلمان وجاء للبرلمان وقت ليجيه زهير المغزاوي ويقول الحكومة سرق الستين ألف حقنا من التلاقيح باش تعتاهلوا الحكومة باق 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 معناها وعائلاتها وكل وهي كلها مغالطات يعني هناك تأجيج 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 للوضع السياسي اللي كان محتقن وأنا كم من مرة خرجت قلت المنظومة السياسية هذه فشلت ويزم نبدلوها لكن في إطار على المصار الدستوري وفي الإطار المصار الديمقراط نحب نطمناك سي زمال نحن نحب نطمناك نحن نرى نهار 24 نصدرنا بيان طلبنا ناسا أن تتظاهل نازل إسقاط المنظوم نحن لسنا كالحزاب التي تتخفى ثم تغير موقفها قبل التاريخ هذائي طلبنا بأنه هذا الدستور هو دستور برامر قلناه وهذا الدستور لازم أن يعدل وهذا نظام السياسي انتهى ووصل لها لحدوده ما نش ما نتخبوش معاك يزم يزم نغيروها ما كيفاش نغيروها دفعتم لانهيار البرلمان وانهيار المنظومة لماذا تقولوا انتم لازيتوا الرئيس للفصل الفهمين معناها احنا طلبنا كيفاش نتفهمين سي هيكل مكي بعث رسالة واضحة للرئيس في الوضعية المالية بصفته رئيسية المالية وحذره وقال له المسألة لازم تكون على طاولة مجلس الأمن القومي هذا حصل وهو نائب عن حرك شعب اه شي اسمه سيلجامودي قال ما قال وهو حصل احنو ننتخبو وراحة شي احنا منذ اليوم الاول قلنا انتخابات لفين وتسعوطاش فتحت على ازمة محمد الوضع الصحي نصنع له انت بتتحملوا في مسئولية ولا ليه لا ابدا نوريك باللغة الرياضيات اللي تتحملونا مسئولية كبيرة على اطلاق على اطلاق حكومة خانكمل شوف احنا منذ اليوم الاول قلنا هذه الانتخابات فتحت على ازمة ودعينا الى حكومة الرئيس لو تتذكرون احنا كنا مخبر متاع افكار ومتاع محاولات كنا نريد ان لا تهيمن حركة النظر على المشهد بشكل عام وهذا كان الخطر الدهم حقيقي ان الاخوان المسلمين يسيطرون على كل المشهد السياسي ونحن بالنسبة لنا كانت مقتل البلاد التونسية حبيبي احنا لا نتخفي اذا كان الليلة حداد قالت تصريح وبعدين تبتنا او بدر الدين القمودي قالت تصريح وتبتنا هذا لا يعني اننا حطينا ايدانا في دين الكرام او حطينا ايدانا في دين الدستوري احنا كنا احنا كنا سيدة سد منيع ضد الكرام وضد دستور الحر هم على كل حال انا في موضوع بابي موضوع اخلي جيبا كمانا بشاشو اه قبة البرلمان انا فقط نحب نرجع ماذا لنا الوضع الصحي شكول المسؤول الاول انا نقولك حكومة السيد اليسل فخفيخ عليش لانه اول قرار خاطئ هو فتح الحدود من غير ايش بريد التحاليل هذي اول قرار خاطئ وقل قلنا رو فرحنا رو عنا صفر رحالة وكذلك ممشينيش في اللي كوموند بحضروهم تعلي فاكسن وقتاش اول قرار شدر صارت في ديسمبر كل اليوم نتحمل مسؤولي انا نحكي رو Station من منطق سياسي من منطق عقلاني من منطق اي moment اني مستعدن حاسب روحي من منطق اني اذا sebagai انسى حب من الحياة السياسية سانسى حب مني الحياة السياسية لكن يزم نحب نكون عندي من الشجاعة الكافية باش نتحمل مسؤولية السيد رئيسه الجمهورية هو الجاب السيد اليسل فخفاخ اي kanske وهو الجايب السيد لهاشم الشيشي وهو الجايب السيد فوزي المادي موزير الصحة لذلك اليوم شنو تلوم على البرلمان في الوضع الصحي احنا عملنا قانون كوفاكس اللي جابنا التلقيح الكل حتى التلقيح اللي جاد زوز مليون تلقيح من امريكيا ومليون ونص من ايطاليا والمليون اللي جينا هيبة من اذاك كل قانون جابوا البرلمان قانون كوفاكس وتعدى على لجنة الصحة مش مشكلة دي معطيات طبعا رئيس الجمهورية زاد عنده جزء في معناه من الزمال ويذكر في دوره بكل خطاب رئيس الجمهورية رجع اكاك النفس الوطني التويسة رجع عندماك النفس الوطني ولو يتبرعه ايه 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 اذا اهم شيء انا انا اتوكلمة الاحلام يحب نقول عقلاني ونقول الحقيقة كي بوقت اللي يبدأ السيد رئيس الجمهورية عنده فضل ما زماش ننكره عليه انتبعوا التقييمات القراءات والتفاعلات مع القرارات على رئيس الجمهورية معك حلم لابددي رئيس حزب العمال الحمال الهمامي قبل شوية في ندوة صحفية انتقادات بالجملة لرئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس حزب العمال يقول او يتحدى رئيس الدولة في علاقة بزوزفارات اجنبية في تونس يتحداه انه هل زوزفارات هادوما اذا كانوا يعلموا بالاجراءات اللي اتخذت يوم 25 جوليا اقبل 25 وإلى لا يعني كانوا في علمهم بصفة مسبقة نسمعه حمال همامي مرة اخرى ومن خلالتا انتحدى قيس سعيد انه جاوني عن سؤال سؤال شكون كانوا كانوا عنهم بالانقلال من النهار 25 وتحديدا هلان النهار 24 جميلة ما بين مطلق ونص حض النهار حض 4 أو 4 مشاوا جاوا عليه الامريكان مصفارة ولا لا هل تحبوا جاوني شكرا لنهارت خليجيا وان الفرنسيس علمهم من نهار 20 جوليا ولا معنهمش وانهم حدوا المدار الأخرى والأعبير ولا ما حدوش شعب توسي كلامه بحاجة لا شعب توسي معنهم حدوشي هذا كان رئيس حزب العمال حمال همامي يقول انه وفد امريكي مشي عليه وشي قبل نهار 25 جوليا وانه السفارة الفرنسية كان في بالها منهار 20 جوليا ولا لا ودليل حسب ما يقول هو انه فما تحذيرات لمواطنيهم صدرت تقبل 25 جوليا هذا في اشارة ربما الى انه فما معطيات كانت عن جهة اجنبية قبل بأيامات من تصير نهار 5 ما تصير معناها تعليق التجميد البرلمان يقالت رئيس الحكومة وكذلك الدخول في الاجراءات الاستثنائية حمال هميمي كان في فرنسا كان في جولة ويعمل ندوات مع حزب اليسار الفرنسي يتكلم بالفرنساوية يتكلم بالفرنساوية ما في باله هو يتحدق يسعيد بالعربية سمسليني قالوا اتحداك اتقلنا اذا كان بالحق لفرنسيس والامريكان هراربا وعشرين لا شيء ما همش ماشين جايين على القصر ويقول انه الاجنب في بالهم وشعب التونسي ما في بالوش انا لا هو علق على هذا المستوى من الحديث هذا حديث مخابرات اذا كان حمال همامي عنده مخابرات جانبية فلا لا لا هو علق على هذا المستوى المتدني المقرف من الحديث اعتذر اذا ما والله في الحقيقة يتحدى يتحدى محاله ما هو هو يحكى على مصلحة الوطن حقه نبهنا من النهارات هذيك اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين 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 جينا سيحمل قلنا رأوا البلاد في خطر ردوا بالكم رأوا بشياءك عن خلاب لا سمعا بعد بالك شيرو لا سمعا بعد بشياء سمعا بعد خطرنا في بالي وقتها ما كنا نحكيه في هذا ما كنا نحكيه ونتفرجه بالحق على سين انه اجتماعات في منزل راشد الغنوشي وكان معلن عنها وكانت هذه الاجتماعات تعدوا لعزل الرئيس قيس سعير وانذكرك في اللي يتحدث عن السرطفيكة الطبية وفي اللي يتحدث عن العرض على الفحص الطبي وفي اللي يتحدث عن تأسيس المحكمة الدستورية عنوة تنوى بدون امضا يعني توا هذم اللي شوفناهم ما هو محا ما هي انقلاب والاخرين انقلاب ما يمعني من معاني توا وصلت فعلا لحلقة الربط بين انك تاخذ موقف وطني من خمسة وعشرين جويلية نقدي او تياقف موقف في نهاية الامر ما ينفع كان الناس المستفيدة من منظومة 24 جوليا يعني حزب العمال الذي ليس لديه نورة في برلمان حزب العمال الذي يعلن نفسه من التيارات التي لديها شهداء في مرحلة حقم الترايكا الآن يسعى بكل جهده إلى إعادة برلمان الغنوشي هذا بسنفة من حامل هميمي في الندوة الصحفية يقول أنه دستور 2014 كتبوا الشعب التونسي بدماء الشهدين وما هوش متاع حتى أحدهم متاع شعب والذي يحصل انقلاب ويزيدنا المعلومة دي أولا أنا منا منش برشا بالمؤامرات الخارجية وماذا بينا الحل المتاعنا ديما يبقى داخلي داخلي بالحوار والتوانسة أثبتنا أكثر من مرة اللي راهو نجمو نحلو مشاكلنا الكل بالحوار صبر الأراء 90% ثيقة اليوم في رئيس الجمهورية موجود على أرض الواقع وأنا هذا ألامسه يوميا لكن أحنا نحب ونحافظه على المسار الديمقراطي ونحب السيد الرئيس يعاوننا ونتعاونه مع بعضنا ونلقاه أرضية مشتركة باش ما يحيدش المسار الديمقراطي على السكة متاعه صحيح الدستور جاء بعد وفاة الشهيد الإبراهمي وبعد يعني الاعتصامات والكل وكان راهو الدستور ملول كان دستور حركة النهضة يوم واحد جوان لكن الدستور اللي عنه اليوم راهو دستور تكتب بدماء الشهداء وذلك راهو الدستور هذا غير مقدس ويزم إدخال عليه عديد التحويرات وعديد التنقيحات لكن ماذا بنا يكون هذا في مصار دستوري رفاق الأمس في الجبهة الشعبية ما عندهمش نفس الرأي كنا نسمعه في حمى الهمامي توا اللي عنده مجموعة زيدة من الانتقادات الأخرى اللي توردت في الندوة الصحفية اللي كان عملها حزب العمال اليوم الصباح حمى الهمامي كيف ما قلنا يقول زيدة أنه قيس سعيد ساهم بشكل واضح في تعفين الوضع وخلى الأزمة الصحية متاع الكورونا تتعفن لو كان تعطيني الليمون السيد المخرج خيس سعيد كان عنده عميل في سورة النظم هو مش كاف بالنظم هو هو عند النظم وخلاك عميل خيس ساهم وبشكل واضح وبارس في تحليل واضح عميل قدمش مشروع كنون ما قدمش وحب الفقار يحب الشعب وده مشروع كنون جاءت أي فيئة في هذا الشعب حتى من الأزمة الصحية مش عملي تخليها التعافل والحب ندكتب لي خيس سعيد رأوا الموضف انتعه من الكورونا يموه في كل صارين ورأوا ترامب في البداية كان نستهزل منها من الوباء نفس كان نشك ورأوا كلمة جيلا رأوا كلمة كلمة الجرون ده كلمة جريم وده ورأى يعمل ورأى يعمل ورأى يعمل بالتساوي فمسل أبنطني شيء ما عمل به وقت الاتحاد عم فوشي الشعور جاء الوهاد ونعم حوار واتن جاء الله محمس توريا لا أداية مين تحكمة لا وعفنا الوضع حتى يصل إلى 25 هذي كان حمى الهمامي في جملة من الانتقادات كيف ما سمعنا منجر رحوي اللي كان البارحة في الليام هو وحمى في نفس الجهة السياسية نحكيه على الجبهة الشعبية سابقا قبل ما تندثر منجر رحوي البارح كان نضيف لنا هنا يقول اللي عمله رئيس الجمهورية هو اللي كان لازم يكون لكن الإجراءات الاستثنائية هذية لازم تكون مسقفة زمنيا أي عندها مدة أو فترة محدة نحن تكون الإجراءات هذية الانتقالية هي مؤقتة ولذلك يجبها تتساقق زمن زمن اللي تبدأ فيه انفيزيبيليتي للناس كل علما وأنه اليوم عمق الأزمة الموجودة في تونس هي أزمة سياسية أزمة من حكموا تونس اللي يضم بطبيعتهم أحزاب مفيوزية أحزاب فازدة أحزاب برهنة تونس احتجزت معناها ما تعمل تختطف الأصوات ومن بعد تختطف وتحتجز المؤسسة النيابية والمؤسسة التنفيذية يلزو يكون والمعقول يكون وأوقعي سعيد ليس في طريق أنه يكون إمبراطور أو ديكتاتور سمحني سمحني أبش أقول لك حاجة المجلس النيابي اللي كان موجود كان محتجز كان مرهون عن ثلاثة كتل كرامة قلب تونس والنهضة يعملوا أين يحبوا يسيروا الجلسة أين يحبوها يعدي القانون كيم يحب يفرض على الناس كل الأجاب نحن ندعوه من الأول كيم يحب فرزغنوشي كيم يحب خليل يعني واضح شفت هنا هذا مدرستين البوكت والوطد واحد مشاء في عقلية 18 أكتوبر ورحوية 18 أكتوبر ومنظومة اللي عملتها حركة النهضة تساعدوا وحزب الوطد يعترض على التسقيف الزمني كيف وكيف تتحال شغل كيف عديد الأحزاب الوطنية ومنهم الحزب الكسوري عنده اعتراضات ولكنه يعتقد ويفهم أنه لحظة 25 جوليا هي اللحظة التي يمكن أن تكون أنصفة الشهداء ودم الشهداء بتاع الجوش ومتاع الوطنيين اللي دفعوا ثمن كبير في فترة حكم الإسلاميين ثم فرز مش يصير اليوم الفرز أي جروب بوليتيك باش يكون الكل في المرحلة السابقة لأنه مستفيد منها ماليا وموقعين وبين جروب سيعمل على معارضة قيس سعيد من داخل منطق 25 جوليا يعني كما نقول لك قد لا تكون العلاقة طيبة بين الاتحاد وقيس سعيد ولكن العلاقة طيبة بين الاتحاد و25 جوليا وقص على ذلك منجر رحوي سلم سليني قد يلتقي مع حركة الشعب في أنه 25 جوليا هي جاءت لتخليص تونس كلها من المنظومة لتخليص تونس من الإسلام السياسي وأيضا للإنحياز القضايا الاقتصادية والاجتماعية متعل الشعب هذا يمكن أنتما توصيفكم لـ 25 جولا ولكن قبل لا ما جاءوا بتنيش المسألة الاقتصادية أين هي اليوم في مسار 25 جولا أو بش نجاوب لكن اسمح لي فقط توضيح بسيط لحضرة النايب موضوع تقييم فترة حكومة الفاخفاخ يمكن نرجعولها لكل فترة كان وزير الصحة نهضاوي ما كانش من حركة الشعب وهذا موضوع طويل يمكن تحدثوا فيه حتى ثون أيانا معاك ما عندي حتى أشكال نوضح لك ما حصل أما القرار فتح الحدود كان قرار حكومة كان قرار مجلس وزراء مصاع أي مجلس وزراء كان قرار مجلس وزراء وحاضر فيه وزير الصحة وأنا كنت موجود في ذلك القرار ونفسروا الموضوع هذا كما تريد وقد يكون ثم هالنات حصلت أنا لا أولا بالنسبة للاتقام مع كل أطراف سياسية نحن نلتقي مع الأطراف سياسية معنا حتى أشكال الوطد وغير الوطد نحن نلتقي معه ونتحاور مع كل أطراف سياسية وماتحاد مع المنظمات من أجل البحث عن أفضل أساليب لخروج بلادنا من الوضع بأمان خاصة في الانتصال لقضايا شعبنا فيما يتعلق بالحقيقة بعض كلام سمعتوا لا لا يستحق التعليق يمكن انتحدثوا عليه في طورة بورا ما انتحدثوا انتحدثوا لي هنا هذه الناس جاي من الكهوف شكو من الكهوف بعض الناس جاي من الكهوف على اطلاق باعتبارهم واحد عنده 40 عام و60 عام رئيس حزب ورئيس منظمة ورئيس مجموعة وما يتحلحزش من مكانه ويطرد كل كل الواحد وبعدين يجيه الآن ينتقد في الدكتاتورية في الديمقراطية عيب هذا عيب عيب الحقيقة أنا لا أريد أن نضيف أكثر من هذا في موضوع الملف الاقتصادي هناك الأزمة الاقتصادية ليست اليوم احنا كان عندنا حكومة سنة كاملة لم تعمل شيء وانتم شفتوا حتى عندما ذهب فريق إلى نيويورك للتفاوض مع صندوق النقل الدولي كان خالي الوفاد هناك مجونية مرتفعة جدا هناك اقتصاد ريع هناك لوبيات مستفيدة وأنا أتكلم بمعارفة جيدة بالملف الآن احنا في حاجة إلى سياسة اقتصادية مغايرة أنا استمعت من يومين إلى خبير اقتصادي بغض النظر عن تقييمنا لي يقول قبل ما نمشي للصندوق تعالوا لموا قدراتنا تعالوا لممكانياتنا الداخلية أعتقد سيعاب الجيل البدوي كانت ذكر تدخل وقال الكلام هذي فأحنا اليوم في حاجة إلى أن نوضح الخط هذه مع تشكيل الحكومة أعتقد خاصة إذا كانت كمش يكون فيه قطب اقتصادي مشكلتنا من مرحلة طويلة مع نشره فما فكرة فما يقال أن الحكومة المقبلة ستكون في شكل أقطاب إذا كان أنا في كل الحالات ودعينا لهذا قلنا إحنا في البلاد أحد مشكلتنا الكبرى لا يوجود رجل اقتصاد الملف الاقتصادي مشتف بين كثير من الوزارات لا نحن في حاجة إلى عقل اقتصادي يستطيع أن يخرج البلاد لأن الاقتصاد ما هوش مجرد المالية العمومية الاقتصاد في تحريك الاقتصاد في التويت في التجارة في التاقة في ملف الأولولية الاقتصادية طبعا 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 فرمها الواقع مرحبا بكم نيس الكل مواصلين معكم ضيوفنا محمد درمسليني القياد في حركة الشعب والوزير السابق عايشي زمالي باش نعطي الكلمة مباشرة حول موضوع الاقتصاد نبيل الحجي النائب في البرلمان المجمد قال الزمن الاقتصادي هو الذي سيتيح بقيس سعيد رغم شعبيته توافق التصريح هذا؟ موافقه تماما لأنه اليوم الوضعية الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد وضعية حريجة جدا عنا يجب نجيبوا تمويلات خارجية بمليارات الدولارات وليوم ما هوش مؤكد إذا كان معناش حكومة شرعية أنه المليارات هذه مش تجي مش باش تتمول يعني ميزانية الدولة وكذلك اليوم إذا كان مش نمشيو مش نطبقوا الفلوس راو اليوم الدينار سينزلق وهذا مش يقدي للبلاد مخاطر كبيرة نحب نقول فقط راو اليوم احنا في تونس راو فما خوف من المستقبل المستثمرين عبروا على هذا ربما في عديد الحديث الجانبية والكل المواطن يشوف في ظبابية الأسعار من لول وفي بيننا سعار التجاج والبطاطا والدين مش تتحسن ياخذات ارتفعت ارتفاع مهول الغلال فما غلال البارح نشوف الطماطم زيادة تقريبا ميتين وخمسين في المياه من خمسة وعشرين جويلية إلى اليوم اليوم ونجابهوها إلا بالاستقرار السياسي والاستقرار السياسي يجب نبقاه أرضية مشتركة للحوار مع بعض فما نظرة أخرى التمطم التصنف في الغلال والخضر التصنف في الاثنين خلاله غلال وخضر خليل أنت نعرف أنك من ناس اللي تراه أنه هذا الكل صاير طوى للوصول لأنه سني اسمع معناه بشي الأمور ترجع نظيفة والاقتصاد يتعاف واضح يعني هنا من الحيف على سينابيل حجي وغيره أن يتحطوا على الزمن الاقتصادي الآن بعد 25 لأن الزمن الاقتصادي هو الذي أطاح بالحكومة اللي قبلهم حكومة الغنوش اللي كانت رأسها المشيشي الزمن الاقتصادي الزمن الصحي الزمن لانهيارات الشاملة حالهم هم ممتعهوش الزمن الاقتصادي لم يبدأ بعد في تونس بعد 25 يعني يلزموا حكومة يلزموا أقطاب يلزموا رأيها أخرى واليوم إذا كانت نطرحه سيا عايشي إحنا قعدنا عشر سين نخدموا في فورميل أنا أعتقد أنت أخير الحكومة كان مقصود وأنه اليوم هل نحن مطالبون كما حبيت أنتم وحبت الناس اللي في العالم أنه نجيبوا حكومة سنديق يعني إنسان راضين عليه السنديق وقالوا ما يقبلوا كان واحد راضين عليه السنديق أم حكومة تعيد التفاوض قيس سعيد هو من الرؤساء من ذوي الخلفية الاجتماعية يعني ثم تغارب معالجة الخيالات الاقتصادية القديمة لذي مش نقاوه في حكومة آخر لذي من الزمن الاقتصادي لم يبدأ بعد فما زمن اقتصادي جديد نحسبوه من 25 جويل لم يبدأ مزيد واضح أحليم نواصلو مع كذابي نمشيو التصريح آخر قالوا البيرح القيادي المنسحب والمستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي في قناة التاسعة يقول انه قيس سعيد قاعد يمس بتاريخ التوينسا وانه زيدا هو قيس سعيد حالة شعبوية فما حالة كلمة أخرى مهمة قيس سعيد عنده الشعبوية الرسالية خليل باتيكا بشي تكفل بالتفسير الرسالية الرسالية معلتها اللي هو ربما حسب فهمت اللي هي في علاقة بالنظام الرسالي نرمال ما مصطلح ديني مصطلح يوحى له يوحى له نسمعه سعيد شخص غير ديمقراطي السعيد شخص الآن اللي يعمل فيه مش فقط نتياكل الدستور اللي يعمل فيه الآن تاريخ التوينسا قاعد ينس فيه مرجعش يقال نحنا طوع عنا برلانان وعنا اضخابات متاع 19 فإشكالات خلينا نعالجوها لا قاعد يعمل اليوم قاعد ينفين في تاريخ نتوينسا وأيضا قاعد سعيد شخص عنيف والشعبوية اللي حدفوا الناس قاعد سعيد هي شعبويات كثيرة ثم الشعبوية عندهم مشروع سياسي الشعبوية قاعد سعيد هي الشعبوية الرسالية المفوق ما يتحور مع حتى حد عنيف غير ديمقراطية شعبوية رسالية سمسليني شعبوية لا تعليق لحقيقة لم نرى ديمقراطية خارج من مدرسة أخوان المسلمين حتى يعلق علاقة سعيدة غير ديمقراطية حقيقة هذا هو هو الأرسل أن نتعطاه مع التصريحات بخطة نظر على الأشخاص خطر يمكن أن تعبر على وجهة نظر متاع مجهوعة من الشعب من كان بيته من زجاج لا يقضي في الناس بالحجارة لم نرى ديمقراطية واحدة من مدرسة أخوان المسلمين ومن مدرسة سيد قطب حتى نتهم الآخرين بغير الديمقراطية هذه ناحية ناحية في الملف الاقتصادي لذي كاملناه عابسي المسلمين كاملناه رجعنا طول الموضوع قيس سعيد خلناعلك تعليق بلقي يعني فهمت عليش خسروا خسروا الطرح يعني هم يخدموا في فيلم الرسالة وفي الدات الرسالية ويقرأوا في التناصل القرآني اللي في خطابات قيس سعيد وفي التشبه بالخلفاء وغيره والراجل يخدم لهم في خدمة اخرى خدمينها خدمينها ياسار ايطالي وخدمينها ياسار امريكي وخدمينها مدارس عملينهم مشروع جديد مش يجاوز قرن كاملة بعيدة بقرن كامل احنا 1920 تأسس الحزب الدستوري الحر في الحركة الوطنية وقعدنا نخدمه على محورية لحزاب في تونس لمدة مئة سنة سواء في الحكم الفردي او الحكم التعجد شو حكيت الرسالية رسالية معناك الانبيعات الشخص الاب اللي هو هو نبيه في قومه واللي هو لا يخطأ ولكن هو الرجل عنده مجموعة تفكير متاع طيارات حضرت لهم احكاية كما قلت لك ستحقل تتحقل الحياة السياسية انت تحددت ساعة الانتخابات تشريعية قد تكون هناك انتخابات قاعدية يعني الانتخاب المباشر لا يتم الا في مستوى العمادة وباقي الكل يطلعوا بشكل غير وهذا ما سننكب عليه المدة القادمة في تسعين دقيقة بش نرجعوا للمشروع متاع قيس سعيد والمشروع التفسيري ها بش نرجعوا على نقاوض غليل قلنا على المشروع معناها المشروع مسطر حاضر منشروع منشروع طلعت عليه طلعت عليه اليوم مش خاطر البرلمان ولا ولا مش خاطر الاضطرابات الاجتماعية والظروف الاقتصادية السيد رئيس الجمهورية عنده برنامجه مخططه من قبل وذي كلها تعلات تعلات باش يمشي ينافذ البرنامج متاعو سيد زميل انتي متفاجأ معناها لرئيس وهو خبنها الرئيس جمهورية اللي هو متماسك ببرنامجه شوف لا الحقيقة هوا أنا أقول لك وقتش تفاجأت أنا تفاجأت وقت رئيس الجمهورية يقول أنا يوم 25 ما عنديش الاليات دستورية باش نحل البرلمان ومن بعد حل البرلمان بتحب بأي طريقة في النهاية حل البرلمان وقت يقول مش نتشاور مع المنظمات الوطنية وبعد ما يتشاور شمعها احنا السيد رئيس الجمهورية مسان دينو اذا كان مش يعمل المحاسبة لأنه عشر سنين افلات من العقاب ايجي نحاسبه العباد شكرا لكم ما حاسب ناشي العباد يوم طبعا القضاء طبعا القضاء فقط حاجة فأقيد أنا من أحبوص رئيس الجمهورية يمشي في نفس تمشي حركة النهضة راجل الغنوشي اشتغل في المجلس نوعب الشعب بمنطق المغالبة والسيد رئيس الجمهورية اليوم هو في نفس هذا التمشي ومن حبوص نمشي شكرا لكم حاجة فأخيرة فقط سلعيشي وقت أخبار سليني سمحني سمحوني مرة جاية ترجعوا بحدنا ومرحبكم شكرا خليل بعض الأخبار ضيفتنا نسرين العماري النيبة في البرلمان المجام